اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بداية ان شاء الله من يوم الجمعة امام تليفونات باني سويف هيكون المباراة ساعة 8 بأمر الله على ملعب بيترسبورد يعني ده ملخص اللي احنا عايزين نقوله ان احنا ما نقفش ابدا عند منطقة واحدة او بطولة واحدة احنا ممكن بنبقى يعني كان عندنا امل في الفوز بهذه البطولة واحنا الاحق والافضل دائما باستمرار بنشوف ان احنا تعيبنا قوي عشان نوصل للمباراة نائية عندنا بعض المشاكل خاصة في بعض الاماكن نتيجة اصابات نتيجة انذارات وتوقف من خلال طبعا الانذارات اللي اخذوها لكن احنا كنا فعلا الاحسن والافضل بشهادة كل الناس اللي تتفرج بما فيهم طبعا جمهورنا اللي هو مقدر حاجة زيكا فبالتالي يعني بنقول لعبين خلاص ركزوا ربنا وفقكم في اللي جاي لان هو ده الافضل ان شاء الله اللي ينا ان شاء الله ويبقى دولابنا عامر ببطولات تانية ان شاء الله في الفترة القادمة وهنعاود طبعا المحاولة مرة اخرى للحصول على النجمة التاسعة ان شاء الله العام القادم طبعا هعرفين ان احنا كاس مصر شغال المباراة الاولى كان النهاردة في دور الاثنين وثلاثين بترجيت والبنك الاهلي وفاز بترجيت على البنك الاهلي في استاد اسماعيلية واحد سفر ويمكن طلاق الجيش والجونة خلاص اعتقد انها انتهت بفوز الجونة اثنين واحد على فريق طلاق الجيش مفاجأ اعتقد في دول اثنين وثلاثين بفوز الجونة على طلاق الجيش اثنين واحد حتى يعني حتى الان يعني ده امامي كان ديها تسعة وتمانين واثنين واحد ليه فريق الجونة ولكن طبعا هو ده كاس مصر عشان كده دايما بنقول مليء بالمفاجأة دايما بنقول نخلي بنا ان شاء الله احنا فرقتنا تكون وقدة بلعة الفانات بن سويف اللي بيحاول يبقى متواجد في الفترة اللي جاية بيحاول يلعب قدام فريق كبير النادي الاهلي وزي ما احنا عارفين دول الاثنين وثانين دايما بيحصل مفاجأات فيه فبالتالي ان شاء الله لعابتنا اللي هيكون موجودين في المباراة كتن احمد ايوب القام باعمال المدير الفني حتى عودت حسام البدري ربنا يشفي له بنته زينة بأمر الله وعودتها ايضا عودة سليمة يبقوا في احسن حالاتهم والتركيز يبقى متواجد نتمنى طبعا زي ما بقول لكم كلاعبين تنسوا الماضي خلاص تنسوا المباراة الاخيرة امام الوداد لان ده ويالت في كرة القدم وانتوا لعيب عندكم خبرات بشكل كبير فبالتالي كل التوفيق لكم ان شاء الله يوم الجمعة في هذه المباراة الاهلي وتلفونات بن سيف فبالتالي المباراة النهاردة كانت حتى الان بترجيت والبنك الاهلي 1-0 بترجيت طلع الجيش والجونة 2-1 للجونة النصر والداخلية هتتلعب لسه ان شاء الله الساعة 8 على استاد سلام بكرة ان شاء الله او يوم الاربع 8 نوفمبر ودي دجرة وكفر الشيخ على استاد السلام ان شاء الله يكون في الساعة 2.5 ظهرا الانتاج الحربي وبترول اسيوت على استاد بترجيت ايضا ساعة 2.5 ظهرا اما المصر بوسعيدي وبني عبيد على استاد الجيش ببرج العرب 5.5 مساء والمقاولون العرب والشمس على استاد القاهرة ان شاء الله يكون الساعة 8 اما الخميس ان شاء الله كل الادوار ده كل المباراة دي في دور 32 الخميسة تكون طنطة وحرس الحدود على استاد الاسكندرية في الساعة 2.5 مصر المقصة والمريخ على استاد الاسماعيلية ايضا في الخامسة والربع مساء الزمالك والمينيا على استاد القاهرة في السامينة مساء ان شاء الله يكون مباراة الاسماعيلية والشرقية في استاد اسماعيلية 2.5 ظهرا وسموحة والأولمبيا على استاد حرس الحدود 5.5 والأهلي وتليفونات بين الصيف على استاد بيترو سبورت ان شاء الله ستكون الساعة 8 اما يوم السبت واخر المؤيام في دور 32 الاسيوت سبورت والرجاء على استاد بيترو سبورت 2.5 ظهرا والاتحادس كندريو على العبد منهور على استاد حرس الحدود 5.5 وربع عصرا وامبي واف سي مصر على استاد القاهرة في الساعة الثامنة مثلا دي مباراة دور 32 حتى الآن اليوم الاول النهاردة مباراتين حتى الآن نتلعبوا مباراة بيترو جيت والبنك الاهلي واحد سفر بيترو جيت والجونة وطلعي جيش وفوز الجونة 2.1 ان شاء الله الساعة 8 هتكون اخر مباراة اليوم في دور 32 النصر والداخلية او الكلام على الملعب المباراة الخاص طبعا بين مباراة الاهلي وتليفونات بين سويف خلينا اكلم كابتن احباد